موسيقى ويقوم القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحروب على تجنيب المدنيين لويلات النزاع وضمان حمايتهم إضافة إلى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية وضرورة تجنب الأهداف والأعيان المدنية من مستشفيات ومنازل ومدارس ودور عبادة وأي أهداف أخرى بأي شكل من الأشكال ترجمة نانسي قنقر تعد منطقة عقاقة الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية من مدينة تعز من أكثر المناطق التي مكثت فيها ميليشيا الإنقلاب فترة طويلة كونها أحد أهم نقاط التحكم الرئيسي بالمدينة وتطل بشكل مباشر على طريق تعز عدن ابتداء من المنفذ الجنوبي الغربي للمدينة ومنطقة الضباب وحتى منطقة السجن المركزي ومنشأة سد الجبلين وصولا إلى منطقة بيرباشا شرقا هنا جعلتها مركز تأمين لقواتها في جبل هاني الاستراتيجي ومنطقة حذران في الشمال الغربي تعتبر كمناطق استراتيجية عسكرية عندك المقبابة الذي تعتبر شمال نقطة الهنقر عندك الصياحي هذه المنطقة التي تعتبر مناطق استراتيجية هامة جدا عندك من هنا هذا القبل الذي عند الأريال الذي فوق المربعة هذه تعتبر مناطق حيوية عندك المطار أيادي خبيثة هي الذي ساعدتهم للعبور هنا من المناطق نفسه هم يعتبروا يد أولى للحوثة وهم المعرفين هم الذي يندنهم هم الذي يمشوا معاهم هم الذي يخططهم هم الذي يتواصلوا معاهم هم هم الذي يساعدونهم هدف آخر سعت إليه الميليشيا من خلال سيطرتها على منطقة عقاقة والمناطق المحيطة بها تمثل بفصل المدينة عن المناطق الريفية وشل حركة الدخول والخروج والخروج للمواد الغذائية والمياه والدواء مستكملة بذلك سياسة سياسة حصارها العبثي حصار تفاقمت على إثره حالات الناس المعيشية والغذائية وتعطلت الحياة برمتها ناهيك عن حصاده لأعداد كبيرة من أرواح الأطفال والمرضى ليس لذنب نرتكب سوى أنهم مواطنون أبرياء ينتمون لهذه المدينة فهم استولوا على هذه المنطقة لأنني شرائن شرائن المدينة فاستولوا فأسولونا بعد فترة معبر المعبر هذا للبيع السوداء الطريقة السوداء كان للغاز للبترول للمشتقات النفطية في المواد الغذائية فاستبدونا استبداد فوق ما توقع كونه أنه الطريق الرسمي أو الشريان الرسمي المؤدي لمدينة تعز هو من هنا من هذا المكان خط الضباط فالمنطقة الضيقة بذلك المكان نفسه يعني ضيقة جدا من ناحية جغرافية من ناحية طبيعية من ناحية القبال تضايق المكان ولا يوجد إلا مساحة محدودة لعفور الخط ومن هنا يعني هم يفكروا بأنه يقطعوا الخط والله أول ما دخلوا الحوثيين قاموا بحصار علينا كل حاجة يعني حتى الأكل والشرب هذا منعنوا علينا دخلوا بتدخيل البور والآكل وذاك كان كله يعني تهريد تعانينا بكثير نقص علينا الشغل ما فيه يعني تشردنا كثير وتقعقعنا لا معانا لا لا أحد انديلنا ولا في أحد من انديلنا شي ناس يوكلوا أحيان الصباح ما يتغدوش غدا ولا يتغدو غدا ما يصطبحوا الصباح ناس كثير لم تقف الممارسات الميليشياوية عند تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق سكان المدينة بل قادها نهمها إلى توصيع دائرة سيطرتها في هذه المنطقة من خلال تبني سياسة التهجير القسري لسكانها متبعة أساليب استفزازية سادت فيها لغة السلاح والعنف لتتحول بعد ذلك منازل السكان المهجرين إلى ثكنات عسكرية حشدت إليها كل الإمكانات من آليات ومعدات عسكرية بمختلف أنواعها نقل لك إنزح من هنا إنزح هنا محل يعني خط حمر خط حمر طيب خط حمر إحنا بقرية والمقاومة ببالقبل وهنقلوا دخلوا القرية بيننا السكان نزحوا قاقباك ملاي إلى الحبيل وإلى قبل حبشي وإلى المام والمشرخ ونخلوا قاقباك وكانوا من قاقباك هون ينزحوا من قاقباك عذبونا إحنا نزحنا للثلاثين وابن كده خلق لدقوا الباب ودخلت رصاصة ورجعنا ورجعنا من الثلاثين لبرباشة ورجعنا من برباشة لهنا ما يسمح لكش بأنه تبقي لأنه أصلا يشتش لغم نوع من أنواع المساعدة العسكرية له والمكانة الاستراتيجية بأنه يلغم المكان على أساس أنه محيعة يتمكن العبور داخله فيضطر أنه يهقرك ولا يثق من الأفراد ما يثقش منه النهائي ولا هالثقة لأنه عنصر مغاير للمجتمع مش من أصل المجتمع تركيبة الحياة السكانية في منطقة عقاقة متواضعة وبسيطة أغلب القاطنين فيها سكان أصليون لذا أوقعتهم الميليشيا بين مطرقة صلفها وسندان النزوح غادر منهم القليل فيما الباكون ظلوا تحت رحمتها ومارست معهم مختلف أساليبها القمعية مداهمات واعتقالات تهجم وانتهاك حرومات حصار وتضييق خناق أخافت الأطفال وأرعبت النساء لم تدع بيتا إلا ورثت في أفيائه قصة حزن أو حكاية ألم كان إحنا نهرب على أساس ما يشوفش إحنا الحلوثيين لأنه لو شافك الله يبتع عليك يعني أنتو بيتقو هالا قضائف رصاص ليلة الليل لما هذا لذلك اضطرنا أنه منبه ضروري يستكثر عليك أنك تشوفه يعني مهلش الثقة نازع الثقة ما هنش واثقين بحد نهائيا جاءوا لي للمنزل قالوا لي يعني إحل ولا سوفت إش نبحك يعني نزحنا فالصول على حقنا المنازل التبسوا بو كأنه يعني بقى عندهم معسكر المنازل هذا حقنا حقونهم معسكرات حالة مزرية يعني لما يخرجك من بيتك الباقي أكبر يعني من هذه الحالة لما إنسان يخرجك من بيتك أنتو أطفالك أنا جاولي للبيت الحوثة أخذونا من المنزلين بين سورتي حدود الساعة الخامسة عصرا أخذونا إلى الجامعة بعدما أخذونا إلى الجامعة حولونا بعد المغرب بعد المغرب أخذونا للسقن المركزي أخذونا للسقن المركزي ما أعلم اللي قد نبسكين المركزي بعد ما أغمضوا على عيوني فلا أعلم لماذا عندي أخي ذا قلس عندي عالقو أقاول مرة الأولى ما معاك يا حق هنا وليش قلس هنا وهذا قلنا لهون تعبان أندالو السلاح والقعاب وهذا ألب فلت أخي فلت هو والسلاح ما إلا ذا لب ما أسترش لأنه أصلا تعبان فريع تركو ولا كان ششلو بعدين قلسوا سبوع ضربوا رصاص علو قدام المغرب لما خرجش توضي ضربوا علو دروع ورنوه إلى بلياد هنا هذه هنا محمد ناجي لم يشفع له كبر سنه ولا بساطة عيشه لدى ميليشيا الانقلاب ظل لفترة طويلة متحملا صلفها حتى ضاق منها ذرعا وقرر مغادرة المكان ما كاد أن ينفذ ببدنه وبأسرته حتى باغتته قذيفة ميليشياوية في محطة النزوح الأولى لتخطف منه أرواح ثلاثة من أولاده وتصيبه وزوجته وثلاثة أولاد آخرين بمشهد دموي لا يمكن لمن عايش تفاصيله أن ينساه أقعوا من المطار وتمركزوا هنا بهذه العمارة الشرف القديدة وطلعوا هنا وقالوا تطردونا قلت أنا خلاص شمشي شأنزح والرصاص عرضات القمريات نزلين هذه القمريات ولا توق نزلين قلنا عيالي معها بشفايدة شنبحث لنا على آمان شنو خرق الحبيل قلت لقنا في البيت حق ابني القديم اللي طالع حقي اسوه ابني الكبير وصلنا هناك البيت حق اللي طالع عدوهم بشارك عيالي كرة وهو ضرب بالدبابة ضرب على القرية ضرب ضرب عيالي الستة ثلاثة قبرناهم بثنين وبنت عيالي وعيالي بني وثلاثة مشوهين قرحة الآن لا عيون ولا بطول حسب الله أنا مالكي الفيوة حسب الله أنا مالكي كان كارثة اليوم كارثة أنا الوحيد اللي من عقاقة اللي يستوها كذا حتى صهيري ابو الابن هذا زوج بنتي ما أسلم شا السابع قتل المهمنا كلنا ما أسلمناش ما أسلمناش كلنا ما بقلبهش الرحمة ما بقلبهش الرحمة الضربة كان من المطار من المطار ولا ساكر بعقاقة باصلت اتصالات علشان تنزح باقية القرية القديمة اللي طالع اللي هنا قرية اللي نازل بعقاقة قرية حتوصلة القرية مش عن القرية تمشي الحبيل تنزح اشترع عقاقة القديدة والقديمة لهم ما بقلبهش الرحمة مقرمين قتل مصصن دماء اشترع عقاقة القوة اشترع عنا إمامة بعدها لون كل البعد ضحينا والحمد لله ما ننتظر من إنسان شارب لك حبوب ومخدرات وحسهم هلوش خلقة يعني الله كرم إحنا بالعقل وهم يحاولوا كيف يذهبوا العقل بالوسائل وبالطرق العلاقية وهذه العقاقة والمخدرات والأفيون وإلى ذلك يحاولوا أن يذهبوا على أساس أنه يتصرف كالبهيمة يتصرف مثل البهيمة ما يشح حد ولا يتفاهم معك ولا تخاطب معك لم يكن محمد هو الضحية الوحيدة في منطقة عقاقة بل تعددت الضحايا واتسعد دائرة العنف الميليشياوي وزادت أكبر حين اشتدت وتيرة المعارك في المنطقة المتاخمة لحدودها الغربية أغلب الضحايا أصيبوا بعمليات قنص منظمة طالت الجميع دون استثناء كانوا يتضربوا لهنا للخط مباشرة ما يعبرش أي حركة يعتبر هدف عسكري أي حركة يعتبر هدف عسكري أي يشوفوا لو في شجرة حركة يتضربوا على طوالي يفتكروا أنه تحت إنسان حتى الموتور الذي يمشي بالتريقة يقلصوا له يقلصوا حتى الأبرياء وحتى اللي يكون مش مقاتل هذا يعني المواطن معي شي طبيعي يقوموا يقلصوا له ياب مرضى وصيب طربوا قنص هنا وخرجت هنا الرصاصة ورحت عينه وقرس يومين من الساعة العشراء لليوم الثاني الصباح حصلوا النخوانو بين الشقر هنا كمرمي وأسعفوها لمستشفى الصفواء قروا له عملية صفوا القرحة أتوانا بعدا روحوا منه أخوانو القرية وعدا طلعتون صنعة قالوا المركز المغربي في صنعة قالوا شو عملوا له عملية قالوا للدكتور قال مع العين هقو راحت تماما شافوا طفل ابن عبدالقبر وهذا شافوا وقعوا ويشوفوا النساء هذا الطفل قنصوا هنا ضربوا بالصادر لما قتلوا لما هم يحترموا طفولة لما الحوثيين يحترموا حقوق الإنسان لما الحوثيين عندهم معايير معايير حربية ما هلش هذي ما هلش عندهم خلقة المعايير المنزع منه الإنسانية يعني كأنهم محوش غابة في النصف الأول من العام 2017 كانت الأحداث تسير بوتيرة عالية وبدأت ميليشيا صالح والحوثي تفقد العديد من مواقع سيطرتها بشكل متسارع وما إن لاحت تباشير النصر وتحررت المنطقة بشكل كلي عاد الناس للبحث عن الحلقة المفقودة في حياتهم الذين ما إن وصلوا تراءت أمامهم مشاهد الدمار والخراب وقد حلت بمساكنهم وممتلكاتهم بها مجية لا تخصف التصلي بني قلل البيت حقنا ضربت ضربت سارف كاتوشا كان البني هنا موجود يعني عدنا تسلفت وصبيتها كان خشب عدنا بعدت الخشب والحرب قام وكانت بعد هنا المقاومة في السجل والحوثة في الستين ضربوا وكان يضربوا على السجل ومضربوا هنا هنا ساروه سارف كاتوشا منه طيقان ببواب راحين كل حقا ما قدرنا صليحين ما قدرنا شنو يعني قدرنا شنو يعني قدر ضروري جل إلى البيت ما دقتل على تشتري حقا دب الغاز به بمبلغ كل حقا غالي فأنا أقول لك فلما أخرجت شي أنا ولت من قديد عشت لان عيشها حياة من قديد الآن لو تقول لي خرق الحوبان وأنا مالي دعو لا من قريب ولا من بعد لو تعطينا ما أعطيت ما أخرج ما أخرج بأي مكان فيها الحوثة أفضل الموت ولا أنا أخرج مكان فيها الحوثة عشان ما أعانيش نفس اللي قد عانيته أخاف أن أنا متسك مرة أعاني فأصار لي كابوس كابوس تخيل أن أنا أكون راقد في البيت وتخيل أن أنا محبوس من قديد أقوم أنا مفزوع فلما أشوف نفسي بالبيت أحمد الله واشكره تكعثرت كثير يعني الجايل خلاص من لما حتى لما يرقد لهم حين يتساكنه في قضائف أو في خوف أو في رصاص قنبه يعني خلاص حتى لو خراقي حتى لو قلس يعني خلاص لو سمع أي رصاصة خلاص يقول النقطة وش يموت أو وش تعوار أو زكي أقل من خمسة كيلو مترات فقط هي المسافة الحقيقية التي تفصل منطقة عقاقة وأقصى نقطة اندحرت إليها ميليشيا الإنقلاب وهي المسافة نفسها التي لا زالت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام ما يعني أن العائدين لا زال خطر قذائف الميليشيا تهددهم حتى اللحظة ولا تلوح في الأفق تباشير انفراجة حقيقية من قبل تحالف دعم الشرعية أو القوات الشرعية ذاتها لتحرير المنطقة الغربية وإزاحة ذلك الكابوس المرعب المتربص بحياة آلاف من السكان في إطار المنطقة والملايين في وسط المدينة أصلاً للآن خمس سنين فلو نحسم هذا الشيء أو هذا الشيء بيحسموه إن شاء الله بيوم واحدة بيحتسم والله بيوم واحدة لو في تعاون تكاثف من التحالف وما يخضلون هذا الخضلان كله بعد الخمس السنوات فالفاة نحن قد نحن في مران في صعاد داقتهم أصبح الإمارات قوزئ من المشكلة التحالف هذا ما أصبح قوزئ من الحال أصبح قوزئ من المشكلة يعني هو يعتبر القوزئ الأكبر من المشكلة لو خرق التحالف إنه اليمنيين فاتوا انقصدوا ليش؟ يغذي الحرب هذه يحافظ على التوازن العسكري حتى يضمن استقراره وبقاءه داخل اليمن خارجونا من هذه الهامجية نحن في تعزيل الآن في حدود أمثل خمس سنوات أو هذا في حصار في حصار نحن الآن في حصار في منافذ المدينة كامل نحن في حصار نفسي أخرج شم الجو من قولة القصر نفسي نفسي الآن الناس اللي أحلموا بأشياء أنا أحلم أن أنا أخرج قولة القصر أحدث مرور ميليشيا الإنقلاب في منطقة عقاقة بشكل خاص وفي مدينة تعز بشكل عام آثارا بالغة في الحياة المعيشية وكذلك في النسيج الاجتماعي هذا الأثر لا يمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال طالما وحمم قذائف الميليشيا تنهال على شرق المدينة وغربها وحتى في أريافها وعلى مدار الساعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة